في تعز توقف العمل في هيئة مستشفى ثورة العام جراء نفاذ وقود الديزل ويأتي الإعلان عن توقف العمل في أقسام المستشفى بعد نداء استغاثة عاجلة للجهات المسؤولة بتوفير مادة الديزل لاستمرارية العمل وتقديم الخدمات الصحية في جميع أقسام المستشفى وتحديدا في قسم الغسيلة الكلوي والعناية المركزة والعمليات لقد نفذ مادة الديزل اليوم الموافق الثلاث ثمانية الفين وعشرين عن مركز الفشل الكلوي في هذه المستشفى الثورة تعز وهذا يشكر خطر كبير على حياة مرضى الفشل الكلوي حيث نستقبل في اليوم الواحد ما بين ستين لثمانين مريض فشل الكلوي عد الحالات المسجلة لدينا أكثر من مائتين وعشرين مريض فشل الكلوي هذا الموضوع خطير جدا إذا لم يتم تدارك الموضوع وتوفير مادة الديزل لمرضى الفشل الكلوي فهنا نحن نطلق نداء استغاثة بسرعة توفير مادة الديزل نتمنى من النظمة الدولية والسلطة المحلية وكل المسؤولين الاهتمام بهذه الشريحة حتى نستطيع تدارك هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر